في باكستان قتلت 17 مسلحا ودمرت ثلاثة مخابئ اليوم في غارات جوية جديدة شنها الجيش في منطقة وزرستان القبلية شمالي البلاد وذكرت تقارير وسائل الأعلام المحلية أن طائرات تابعة لسلاح الجو الباكستاني شنت الغارات الجوية بعد التحقق من معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد كبير من المسلحين في المنطقة وتعد الضربات الجوية استمرارا للعملية العسكرية واسعة النطاق ضرب الغضب التي يشنها الجيش ضد المقاتلين الأجانب والمحليين في منطقة وزرستان على الحدود مع أفغانستان